من تآمر الموقف؟ مع جاية على القلب ولا ما شابها هذه انتبق عليها حكاية التعذر وقتها الرئيس والرئيسة يعمل تفويض لرئيس الحكومة الحالة الثانية تصير اغماء وإلا تكاردك ولا تكسر برعال هذه نوع من التعذر لكن من الجمشي فوض تنتبق عليها الشهور الوقتي وعندنا الشهور الدائم اللي هو الاستقالة الوفاة اكسترا هذو ما ثلاثة حالات قرنتنا ثلاثة دستير اي باي ميسر شعطينا خلنا نفهمهم لي اي باي نفهمتك نفهمتك اي باي قرلنا ثلاثة دستير نحاول بشنا عمل عملية او يلزمان نقاها حكايتك مع اكسيدون تعذر وقت عندي اكسيدون فسكولير دخط ولا ما شابها الشهور الوقتي بالضرورة وعندي الشهور الدائم واحد توفى ولا استقال العام خمسين نحكي مش عام خمسين اي هذيه كان منصوص عليه بالديتاي في دستور الفين واربع عشر باهي قرأت رجعت دستور القيس سايد لقيته منقوص في الحالة الثانية رجعت حبيت نفهم اللوجيك وانا مقبل رهو في من امر واحد وعشرين مارس سبتمبر الفين واحد وعشرين في سلطوف التنظيم السياسي وفي الجماعات المحلية وبعض الازل اخرى منقل تنقيل على دستور بتاع خمسين وذيه السقطات الغريبة بعد بعد قرابة اكثر من ستين سنة يهبت لنا معناها مخبر جيبة اللي هو مستبد بناء دولة سيفري لكنه مستبد هبتوا علينا عام واحد وعشرين وعام ثلين وعشرين خطر هذية التعذر والشهور النهائي وغياب الشهور الوقتي تقريبا منقلة حرفيا من دستور تسعة وخمسين واضح واضح او قعدتكم من علومة حابت نفسر لكم طوال بيان البيان البيان انا صدمت به يكن الناس ما بالتأخر قاعدت نحلل فيه دخت انا بيان دخت به يراهم فماشي حاجة بالسياسة جي جراتويت بما دي ما كوزالي تاي السبب يولد نتيجة والنتيجة تولي سبب تولد حاج اخرى كيما البارح الفراغ والي شعات على قيس ما جيتش منها دم كان جاء البيان كيما قلتوا سيادتكم البارح متولا خرج بيان كيما في فيفري الفين وعشرين راما صار حتى شك هذية باش بدات الحكاية بالبيان متاع النيابة العومية اللي قاد تقريبا شهري ما تكلمتش وتكلمت فيه حاجة معناها تقول بيان سياسي كانت ناحية لسم تقول بيان سياسي دخلت فيه حاجات خطيتها متاع وزارة الداخلية انتج عليها انتج عليها حلت فتحة خرجت رأس ورأس القول التدخل الاجنبي على الأقل في الجانب الأول لما أصبحت تتصور السلطة القضائية أمري ما سمعت هذا في خصوص ما يلف حمد سواب تعطي تطمينات للسلطة الدبلوماسية والتمثيلات الدبلوماسية معناها القضاء العومية تفضل نزاعات لا تأتيش برويكسون بوليتيك هذا هو سبب الأولاني سبب الثاني النتيجة السببية والحتمية والمنطقية قانونا يولي لخطر الأساس متاع التتبعات متاع الملفات متاع المحتزين هي التآمر هي الركيزة الأصلرية واضح معناها عنا رشو عنا الرشو معنا شي المرتشي واحد يرشي في روحه واحده المسألة الثانية والمسألة الثالثة يمكننا يمكننا تعد أول هاشين بعض لخطر راهو أنت كيف تحقيق بلك على دونالد ترامب فهم كلمتين مفاتيح فيه فيه ما صار قضائي شفاف وعادل كان جاء تتبع لهنا عادل لما قالت أمريكا أو يدرسوها كما يأكد عليها حتى لغته ديبلوماسية سيسرحان اللي كان جاء قضاء مستقل في تونس راهو يقول لك محاكمة شفافة هو قال رد بالك قاله مزوز راهو هو اللي الحديثي بقي بيه معناه أحنا سبب في هذي كل خطر توقيتها للبلاد المتحدة الأمريكية راهي بما أنه فما اسم الأسماء فما موظفة أمريكية موجودة وتصويرتها وموجودة في كل الشماع اللي عملوه اللي موجود في الأبحاث اللي متداولة والناس الكل تعرفوا هذيك عليش النيابة العمومية وقت اللي هبطت حسب فهمت من كلامك في قطب الإرهاب قالت ليه راهو منتوما يا ديبلوماسيين ما نحكيوش عليكم منتوما وهوما موجودين في الأبحاث البير حسدها راهو كيف كيف في إيطاليا فما نائب إيطالي حكيها الموضوع وقال له وقال له راهو أحنا بيدنا مجبودين راهو السفير الإيطالي متاعنا راهو مجبود في تهم عندما يتدخل السياسة للقصر العدالة تغادر العدالة القضاء غادرت العدالة القضاء حسب يشير مش فاة بكيلومترات وظلي في هذا يظلي نعرف شوي يظهر يظهر سرحان قبل من نمشي للجزء الثاني يرى من البيان حكاية زيدة يرى على أنه مزالوا مع تقلين حكاية زيدة على قلقهم خل ندور الكلمة ونرجع لك سيد حمد مش ننزلنا نزلنا عن الساعة الثانية مش مش ننرد جزء على عبارات متاع الاعتقال والاحتجاز وسياسية بالضبط التعبير هي الاعتقال شخصيات سياسية احتجاز تواصل احتجازهم والمطالبين عمري ما ريت بالتكثيف هذا يا بيان غريبا غريب تقول حكم حتى حيث